الحمد لله والصلاة والسلام على ولانا رسول الله وعلى آله وصحبه وتابعين ومن تبعوا بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيأتيكم أقوام يطلبون العلم يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي مر معنا في كلمة متواضعة سابقة وهذا يمثل شطرا ثانيا ضمن ما يتضمنه الحديث إن شاء الله عز وجل من دروس وعبر يقول عليه الصلاة والسلام سيأتيكم أقوام يطلبون العلم فإذا رأيتموهم فقولوا لهم مرحبا مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم وقنوهم أي علموهم كما سنرى رأينا في كلمة سابقة كما قلت أن هذا الحديث يتضمن استنفارا ترحيبا لطلبة العلم وبطلبة العلم أين كانوا أينما كانوا وهو ترحيب من خير البرية ومعلم البشرية صلى الله عليه وسلم لأن هذا الحديث يتضمن أو نسقي منه مجموعة من الدروس تتعلق بكل الأطراف المعنية بالعملية التعليمية التعلمية التربوية بما فيهم الطلبة والتلاميذ من حيث معرفة شروط هذا التشريف والتكريم من رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم أو تعلق الأمر برجال التعليم والتدريس وكذا الإداريين والمسؤولين وأيضا الإعلام والهيئات والمنظمات والجمعيات وكل المؤسسات المجتمع المدني خاصة أقول خاصة في ظل هذه الظروف التي نعيشها في هذه الأيام حيث تفاقمت وازدادت خطورة المصابين وتفاقمت أعداد المصابين وكذا الوفيات جراء هذا الوباء وهذه الجائحة التي يعاني منها العالم وهو وباء كورونا كوفيد تعتاش نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفعه عنه فهي المغي أن تتضافر الجهود خاصة ضمن اختيارات الدولة في بلدنا أن يكون التعليم حضوري أو عن بعد أو الجمع بينهما ضمن ما يسمى وما يعرف بالتناوب فالأمر استثنائي فعلا فكان لابد أن نستأنس بل أن نفتح العام الدراسي بهذه الوصية العامرة بالتكريم والتبجيل والتشريف لطلبة العلم ولمن يهتم بالعلم بجميع الأطراف جميع الأطراف معنيين بذلك وعلى رأس هذه الأطراف طلبة العلم الطلبة والتلاميذ من حيث معرفتهم شروط التشريف الذي خصهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن هذه الشروط يعني مرحبا مرحبا بوصية رسول الله إصلاعه وسلم لا ينال هذا التشريف كل من كل واحد أو كل أحد لا بد من شروط ومن هذه الشروط ما بينه وفصله أهل العلم عندنا وبينه وفصله أيضا أهل العلم من العالم أجمع على امتداد الزمن وتسع المكان وسوف نركز على تلك الشروط لطالب العلم الذي سيحوز إن شاء الله عز وجل هذا التشريف وهذا الترحيب من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأول هذه الشروط الإخلاص في طلب العلم نعم الإخلاص في طلب العلم ما معنى ذلك؟ يعني أنه يعقد النية لأنه لا يطلب العلم إلا تقربا من الله تعالى ومعرفة ما يجب من أمر دينه ودنيا مع السعي بعزم على رفع الجهل عن نفسه وعن غيره هذا مقصد الإخلاص باختصار الإخلاص في طلب العلم وهذا كثيرا ما يغفر عنه الناس وطلبة العلم بالخصوص وسندنا في ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم خطورة الأمر النبي عليه السلام يبين ويفصل من تعلم علما بما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة عرف الجنة يعني ريحها فلابد من الإخلاص والإخلاص من سماته في طالب العلم أن يكره أن ينسب إله العلم كما قال الإمام الشافعي وددت أن الخلق تعلم هذا العلم ولا ينسب إلي منهم شيء الشرط الثاني وله علاقة بالأول التزود بالتقوى باختصار آية جامعة مانع قال سبحانه وتعالى واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم قال القرطبي في تفسير هذه الآية وعد من الله تعالى بأن من اتقاه علماه أي أن يجعل في قلبه نورا يفهم به ما يلقى إليه اللهم اجعلنا منهم ولذلك إذا كان طلب العلم بدون تقوى فإن الأمر يكون كما قال أحدهم لو كان للعلم دون تقوى شرفون لكان أشرف خلق الله إبليسه المسألة الثالثة أو الشرط الثالث لطالب العلم حتى يحوز التشريف الترحيب النبوي به حسن الخلق والأدب وترك المعاصي اسمعوا يا طالبة العلم خاصة في هذه الظروف العصيبة حسن الخلق والأدب وترك المعاصي وردت نصوص في ذلك كثير خياركم أحاسنكم أخلاق حديث مخموم القلب وغيرها من الأحاديث وغيرها قبل ذلك من الآيات التي تحثو على حسن الخلق في كل أمور خاصة في طلب العلم وحسن الخلق يقتضي الأدب والأدب يقتضي ترك المعاصي وإلا فإن تحصيل العلم المعاصي المعاصي تذهب العلم حتى ولو حصل علما فتذهبه المعاصي ولله در الإمام الشافعي حين قال شكوت إلى وكع سوء حفظي فأرشدني وكعه وأفسده وشيخوه شكوت إلى وكع الإمام الشافعي يشكو إلى شيخه وأستاذه واسمه وكع شكوت إلى وكع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي الشرط الرابع الحرص على العلم النافع نعم العلم النافع في هذا الزمان ابتلينا بكثير من القضايا التي تدخل ضمن اختلال الموازين ولكن الآية تختصر الأمر والقصد من هذا الشرط أربنا سبحانه وتعالى يقول ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث ضمن هذه الثلاث علم ينتفع به هذا ليس أي علم في الاختيارات يا طلبة العلم واحتى الآباء والمجهين وكذا العلم النافع الرسول صلى الله عليه وسلم في الدعاء المأثور يقول اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع من علم لا ينفع الشرط الخامس العامل بالعلم ما أمكن وإلا الصنف من بني إسرائيل في القرآن الكريم بينا القرآن الكريم بينا أن الذين حملوا التوراة حملوا التوراة ولم يحملوها فمثلهم جوجديا الأمثال في القرآن هذه مهمة جدا أيضا وهذا كتاب ضخم ونبع ثر ثر نتخير منه أن هؤلاء الذين يحملون علم ولا يعملون به كالحمار الذي يحمل أسفار وأيضا الآية الأخرى والمثل الآخر فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تسركه يلهث تحمل عليه ليس معناه تحمل عليه المتاع وإنما كما تقول حملت على العدو بمعنى هجمت عليه فذكره في أبشع صوره وأسوأ حالاته وأسوأ حالاته النبي عليه الصلاة والسلام يحذرنا تحذيرا خطيرا يقول صلى الله عليه وسلم لا تزل قدم عبد حتى يسأل عن أرض احتقال عليه الصلاة والسلام وعن علمه ماذا عامل به وعن علمه ماذا عامل به فحي على العمل حي على العمل كما قال أحدهم العلم ينادي حي على العمل وإلا ارتحل إذا لم يجي العمل يرتحل الشرط السادس الاتصاف بصفات طالب العلم وصفات طالب العلم كثيرة ذكرها أهل الاختصاص من المسلمين في الحقيقة ومن غير المسلمين ولكن أتخير كلام الإمام الشافعي الذي يحدد ذلك باختصار فيقول أخي لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تفاصيلها ببياني ذكاء وحرص وافتقار وغربة وتلقين أستاذ وطول زمان أو طول زمان فهذا ينسب الإمام الشافعي ويقول بعضهم أنه ينسب لغيره وهو في اختصار ستة ستة أخي لن تنال العلم إلا بستة استدي الصفات سأنبيك عن تفاصيلها ببياني ذكاء ذكاء الحرص الحرص على الله خاصة خاصة في ظل هذه الظروف كما كان الاختيار اختيار تعليم عن بعد أو اختيار تعليم الحضوري الحرص رفعوا شعار أن هذا السنة هذه إن شاء الله عز وجل بهذه الإكرهات وبهذه الاستثنائية نرفعوا شعار بأنها تكون أحسن إن شاء الله عز وجل من حيث التحصيل ولا يكون ذلك إلا بالحرص والافتقار الافتقار إلى العلم الافتقار إلى كل ما يوصل إلى العلم الغربة أن يعيش الإنسان هذه الغربة في طلب العلم وخيكون في بيته وخيكون في بلاده وخيكون الغربة لا تعني فقط أنه أن يسافر وأن يغادر بلدته لا الغربة قد يكون ضمن أهله ولكن هو اغترب عليهم وغاب عنهم لشغره الشاغل بطلب العلم تلقين أستاذ وطول زمان تلقين الأستاذ وطول زمان صفات أخرى أو شروط أخرى الشعور بالمسؤولية بذل الجهد والشهاد الصبر والمصابرة المذاكرة المدارسة الرفقة الصالحة وأخيرا لعحة ما زال طويلة ولكن في الأخير الدعاء هو في الأخير هو الأسس وهو الأول الدعاء ولذلك نضع الله عز وجل أن يرفع عنا الوباء والبلاء وأن يزودنا بالطاعة وأن يجعلنا من الذين يسمعون القول فيتبعون أحسنه إنه ولي ذلك والقادر عليه أقولوا ما اسمعون وأصفر الله لي ولكم استغفروه إنه هو الغفور الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد